المزيد من النقاش والتحليل لذلك من واشنغتون ينضم إلينا مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هاتسون سيد ريتشارد وايتس سيد ريتشارد أهلا بك معنا في هذه الساعة على سكاينيوز عربية وتقرير طال انتظاره ولو أنه لن يغير شيئا في الواقع الفوضوي الذي خلفه انسحابكم من أفغانستان 87 صفحة تتحدث عن عواقب انهاء المهمة العسكرية الأمريكية بأفغانستان بداية ما هي دلالات توقيت هذا التقرير برأيك؟ هذا آخر جزء من هذا التقرير كان هناك في أبريل جزء من التقرير وذلك من البيت الأبيض والآن الخارجية الأمريكية تصدر وتنشر جزءا من هذا التقرير في هذه المرة وهي تأتي في وقت العطلة ولذلك الأمريكيون لن يهتموا كثيرا بمحتوى التقرير بسبب توقيت نشرها بطبيعة الحال هناك نحو سنة مرت منذ مارس 2022 إلى الآن ولذلك أثره على المستقبل وعلى التخطيط ضئيل ولكن سيد وايت ما خطورة أن يتحدث التقرير عن خمول بيروقراطي بالوصف وعدم قدرة على التصور ما أدى للفوضى والعنف في أفغانستان؟ التقرير كان شاملا وعلى ما يبدو هذا ثلث واحد فقط من التقرير يفترض أن يحوي واحد وثمانين وصية وسيعرض على الكونغرس لكن إلى الآن لدينا فقط ثلث هذا التقرير الأمر يتعلق بوزارة الخارجية وإخفاقاتها وكذلك غياب التنسيق بين البنتاجون وباقي الوكالات وفيه نقد مبطن لعدد من السياسات الحكومية لكنه يظل دقيقا ولذلك يمكن استخلاص الدروس المستفادة منها وحتى لا تتكرر إذا حدث هذا مجددا برأيك سيد وايتس لماذا لم تولي الإدارة الأمريكية وقتها اهتماما كافيا للسيناريوهات الأسوأ التي يمكن أن تحدث مع ما كان يوصف بأنه تقدمات سريعة وسريعة جدا لطالبان باتجاه العاصمة كابول هذا من بين أبرز ما خالص إليه التقرير وهو أن مسؤولين في الحكومة كانوا متفائلين بشكل استثنائي وكانوا يثقون أكثر من اللازم في الحكومة الأفغانية وكانوا يقللون من قوة طالبان وكانت تلك غلطة في التقييم ورأينا ذلك أيضا يحدث بشكل مختلف في أوكرانيا كان هناك تقليل لقوة الجيش الأوكراني وحدث العكس ولذلك هذا يعني أن الاستخبارات الأمريكية لا تفهم جيدا ما يحدث 87 صفحة كما ذكرت قبل قليل تحدثت حتى عن هذه الصورة والمشاهد التي كما ذكر في تقريرنا أيضا لن تسقط بالتقادم سيد وايت برأيك ما هي ارتدادات هذا التقرير القادم؟ بعض التوصيات يسهل تطبيقها من هذا التقرير فقط عبر التخطيط المسبق والاستعداد لأسوأ السيناريوهات ولكنني أود أن أشير إلى أننا استفدنا نوعا ما من هذا التقرير في الانسحاب من السودان لأن الولايات المتحدة الأمريكية ساعدت بشكل استباقي طاقمها في السفارة في الخرطوم وسافر إلى أمريكا بسرعة ولكنني شخصيا أحببت التقرير اعتقدت أنه دقيق وأرى أن توصيات عديدة يمكن تنفيذها نعم هي لم تكن تواجه مشاكل في أفغانستان في إخراج طاقمها وبالتالي القياس على ما حدث في السودان وأفغانستان لا يمكن أن يكون سليما سيد ريتشارد هي تركت الألاف من المتعاونين معها والألاف من الأفغان تحت يد كما يقال وقتها كان طالبان دون أن تهيئ حتى هؤلاء لما هو قادم هل يمكن المقارنة بين التحركين الأمريكيين كما تفضلت قبل قليل في حالة السودان كان هناك الكثير من الأمريكيين في السودان وبعضهم لديهم جنسية سودانية وأمريكية وكثيرون أحبوا أن يرحلوا ولكن لم يترقوا المساعدة وأنتم حقا الوضع مختلف دقارنا بين أفغانستان والسودان وأوكرانيا لكن عادة يكون لنا نفس المشكلات التي تظهر على السطح الولايات المتحدة الأمريكية لا تطالب الأمريكيين في أي دولة بأن يخبروها بمكان وجودهم بشكل إجباري لكن هناك حالات كانت قد تشابهت أمريكا استفادت من مساعدة الإمارات والسعودية وتركيا على مستوى إجلاء المواطنين والأفغان وهذا كان أيضا درس مستفاد هذا يعني أن أمريكا يجب أن تبقي علاقة جيدة مع حلفاء والشركاء وسنتابع كيف سيستفيد الجمهوريون والديمقراطيون من هذا التقرير في معاركهم الانتخابية القادمة من واشنغتون مدير مركز تحليل السياسي العسكري في معهد هاتسون السيد ريتشارد وايتس شكرا جزيلا لك